الدرس 9 الانتماء وعدم الانتماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الانتماء وعدم الانتماء إذن دعونا نبدأ ونستكشف معاً أستكشف أشتب في كل رف العنصر الدخيل أعلل نبدأ بالرف العلوي ونشتب المجلد لأنه لا ينتمي إلى مجموعة الألعاب أما الرف الأوسط فنشتب الكرة لأنها لا تنتمي إلى مجموعة الفساتين ونشتب القبعة في الرف السفلي لأنها لا تنتمي إلى مجموعة الأحذية أتدرب 1- أشتب الخطأ الأرنب عنصر من المجموعة ليس عنصراً من المجموعة الأرنب عنصر من المجموعة إذن نشتب ليس عنصراً من 2- ألوين العبارة الصحيحة العنب ينتمي إلى المجموعة لا ينتمي إلى المجموعة العنب لا ينتمي إلى المجموعة نلون إذن عبارة لا ينتمي إلى الموز ينتمي إلى المجموعة الموز ينتمي إلى المجموعة إذن العبارة الصحيحة هي ينتمي إلى وهي التي سنلونها وظف أرسم أرسم عنصراً ينتمي إلى مجموعة الأشكال أرسم عنصراً لا ينتمي إلى مجموعة الأشكال أقيم أرسم العناصر حسب الجدول الورقة الخضراء تنتمي إلى المجموعة الأزهار تنتمي إلى المجموعة الفراش لا ينتمي إلى المجموعة العشب ينتمي إلى المجموعة لنتحصل في الأخير على مجموعة تتكون من العناصر التالية ورقة خضراء أزهار عشب ويمكن أن نعطيها اسماً هو مجموعة النباتات